يا مساء الورد توني أنا وكتاكيتي مخلصين غدا طبعا ما جابهم معاد من المدرسة إلا و أنا مسويت لهم شوارمة مضبطتها لهم شوارمة لحم وشوارمة دجاج لأن البعض يحب لحم والبعض يكون مزاج ودجاج أنا طبعا أحب شوارمة لحم أكثر من هذا المحل لأنه أنا أشتري شوارمة جاهزة وبعدين أحطها بخبز تورتية وألفها وحط محصوصات كده معينة وحاجات كده حلوة وتطلع شيء والهي أساسا أساسا تاخذ العقل بدون ولا شيء ولا إضافات لذيذة ومع إضافاتي تصير شيء المهم حبايب قلبي بعد ما أكلت جتني تخمة كده وحبيت أني أريح شوي صراحة أنا من جي تمريكا نادرا 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 أقول لكم نادرا أنام نوم قيلولة يعني إذا مرة تعبت كده زي كده أستلقي وأشوف التلتزيون أو الجوال بس نوم هذا فيما ندر مرة كل كم شهر وما أعرف إذا هذا الشيء كويس أو لا بس أني عوض النوم بالليل أنام بدري يعني أنا بتسعة عشرة إذا تأخرت مرة أحداش المهم حبايب قلبي أنا قررت أني أخذ بعض تعليقاتكم وأبغى أعلق على بعض المواضيع كده وجها لوجه أحسن من أني فيه ناس ما يحبون الكتابة وفيه ناس يعشقون الكتابة فأمس نزلت بعض الأشياء كتابة اليوم أبغى أقول كده شفاهي عزيزي بدر السبب واضح وجلي ولا يخفى على ذكي أنا قضيت مضاجعهم أدخلت الرعب لقلوبهم ليش؟ لأني حطمت أصنامهم اللي كانوا يعبدونها هذه الأصنام حطمت يخافون خوف إلى درجة الرعب من أنه أنا أهز ثوابتهم وأغير فكر بعض نسائهم وبناتهم وهذا ما حصل بالفعل أنا حطمت أصنامكم التي كنتم تعبدونها أنا غيرت كثير وأقولها بكل فخر حتى لو أنكر ذلك الحاقدون والمنكرون والمتزلفون ليش أنا بالذات؟ لأنه في السعودية بالذات ما في أحد ما يعرفني أنا الحمد لله معروفة في كل الوطن العربي بس في السعودية بالذات ما في أحد ما يعرفك يا هند القحطاني ما فيه ما فيه لا كبير ولا صغير حتى الشيبان يعرفوني يعني فيه مشاهير ومشهورات تسألون عامة الناس عنهم البعض يعرفهم والبعض ما يعرفهم أنا ما فيه أحد ما يعرفني ما فيه أحد ما يعرفني حتى المطاوعة المطاوعة يعرفوني فعشان كده شي طبيعي يعني من بين كل هذولي الملايين سكان المملكة اللي يتجاوزون الثلاثين مليون ما تبغى كم واحد يطلع يقول عني كلام ويلفق فيهم الصاحي وفيهم المجنون وفيهم الإخوانجي فيهم المتطرف وفيهم الحقود وفيهم الغيور وفيهم اللي يحاربني لأجل أنه يشوف أنه أنا فضحتهم بما أني بنتك حطان أني جبت اسم القبيلة هو يشوف من وجهة نظرة أني لوثت اسم القبيلة أسباب كثير وفيهم اللي من الجماعة ويبغوهم بس يكرهون الناس فيني ويبينون أنه أنا يعني هم يفكرون أنهم بهذه الطريقة أنهم يقدرون يكرهون الناس فيني وأنه الناس بتصدقهم يتلحفون بلحاف الدين عشان لأنه للأسف على امتداد العقود الماضية الناس يصدقون اللي فيه التزام حتى لو كان كذب كانوا الناس من أطلق لحيته وقصر ثوبه خلاص يصدق في كل ما يقول ويعطون اعتبار إيش صار الآن مع السوشل ميديا عشان الناس يصدقونهم يصبغون حساباتهم بصبغة دينية سواء على تيك توك أو تويتر أو الإنستجرام أو الفيسبوك يجيك الواحد يدعي الدين ويملأ حسابه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ويحط جمل رنانة عشان الناس بس يفكرون إن هذا الشخص إنه ملتزم ويخاف الله وبعدين يجيك هذا ديدنهم معي هذا اللي يسوهون معي بعدين يجونك ويبدأون يسبون فيني والناس إذا شافوا اسلوبهم وكلامهم وزجهم بالآيات والأحاديث في ناس طبعا تنطلي عليهم يقول إنه معقولة هذا الشخص اللي يخاف الله فالعالم لما يشوفون حسابه ملي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية يقولون لا هذا أكيد إنه هذا الشخص أو هذه السيدة يخافون الله ويضعون الله نصب عينيهم ولا ما كان إنهم حافظين هذه الآيات والأحاديث وفاهمين في الدين هذا الفهم المتعمق العظيم وأنتم ما تدرون يا حرام أنتم تشوفونه من خلف الشاشة يروح له حافظ قرآن ولا حافظ حديث يكتب في جوجل وينسخه نسخ لسق وبعد الأحاديث والآيات هذه يجي يسب فيني فالعالم في ناس طبعا أغلب الناس الحمد لله أنا فعلا ممتنة إنه الآن نسبة كبيرة من الناس أكثر من ثمانين بالمية من الناس ما عاد تنطلي عليهم هذه الأشياء في تعليقات كثير حطيتها وما رديت عليها بس أحطها أعرضها عشان تقرؤون تعليقات الجميلين بجمال قلوبهم الله يساعدكم المهم لما تقرؤون في حساباتهم حساب كامل قائم على التلفيق علي وسبي وقثي والاعتداء حتى على أطفالي طب أنت وأنت إذا كنت ملتزمي يلا أنت ملتزم وتخاف الله وتحاربني لأجل أني فاسقة فاجرة على حد زعمك طيب أنت ياللي تخاف الله ليش تفتري علي كل اللي كاتبينا كذب وتلفيق حتى القصص اللي حطونها كذب 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 لا أساس لها من الصحة وأقول لكم أخوانجية الأخوانجية عندهم الكذب والتلفيق والخوض بالأعراض مباح للوصول لما يريدونه أنتوا عارفين مبادئهم في الحياة يرتكبون كل ما يحرمونه على الناس لأجل الوصول لغايتهم يبيحون هم يبيحون أن جماعتهم يفعلون كل شيء وأي شيء لتحقيق مصالحهم يعني هذول يشكلون خطر خطر على البشرية طيب خلوني أقول لكم على شيء صايرين لهم فترة على حركة جديدة اسمعوا الحركة الجديدة اللي صاروا يسوونها يكتبون في حساباتهم يقولون أصلا لو أنك صادقة مع متابعينك وتحبينهم أنت تصورين كل شيء كان ما خبيتي عليهم لما رأى مديدة عليها البويفريند حقها وراحت اشتكتها عند المدير مدير المدرسة وصارت مشكلة كبيرة وصار البنتك في البيت أربع أيام وخمسة أيام يعني اللي يقرأ كلامهم يعطونا يغسلون مخب معلومات أغلب الناس ما يصدقهم بس في ناس يصدقون أنه بنتي عندها بويفريند بنتي الطفلة اللي عمرها 16 سنة أنه عندها بويفريند أنه صار لها مشكلة بالمدرسة أنه هي صار لها أيام ما تداوم على المدرسة شفتوا كيف يغسلون مخ الناس شفتوا كيف ومن أساليبهم القدرة يكتبون هند القحطاني لازم يكتبون اسمي كذا كامل عشان تطلع تعليقاتهم الموسيئة عشان أي أحد يبحث على يكتب اسمي هند القحطاني تطلع هذه التعليقات الموسيئة شوفوا كيف يبقون يغسلون أدمغة الناس عشان العالم يصدقونه هند القحطاني إذا عندك شجاعة قولي المتابعيك عام كذا وكذا يوم سويت كذا وكذا والأدلة موجودة عندي طيب يا جزمة يا حشرة طلع الأدلة طلع الأدلة يلا طلع الأدلة اللي معك عام كذا وكذا يجبولي عام 2015 عام 2010 الله يلعبكم ذيك السنين حياتي مهي بحياة محبوسة في البيت من المدرسة للبيت من المدرسة نفس الروتين يتكرر نفس لعنة الله عليه أنا مو دائمة أقول كنت عايشة حياة هي أقرب للموت من هالحياة نفس الروتين يتكرر من البيت للمدرسة مقموعة محبوسة وإذا جيت أطلع يعني مرة تقليدية زي أي مرة جمعات مع الصديقات نادرا حيا روتيني أقسم بالله كأنها حياة عجوز في الثمانينات أو نطلع مع الجماعة نادرا يعني لا سواق هم ترعون نشرين عندي سواق ما كان عندي سواق ولا عمري في حياتي امتلكت سواق ولا أبدا في حياتي كلها كان عندي سواق ممنوع ممنوع لا طلعات لا سفريات ويقولون قولي إيشي لو مسوئتي العامل فلاني ومن الإشاعات اللي صار لهم أكتر من سنتين وهم يروجوا لها وكل مرة يطورون الموضوع إشاعات كثير منكم يعرفونها لأنكم دائم تقرؤون عنها أني سرقت فلوس البنوك ليت بنك البنوك وصرقت فلوس المعلمات ثلاثهم قالوا معلمة المعلمات وكل مرة يزيدون البهارات من هذا المنبر أي معلمة كنت أدرس معها أو كانت معلمة بالمدرسة اللي أنا مديرة فيها أو إدارية أو أي امرأة ربّة بيت أو من جاراتي أو من معارفي إذا أخذت عليها ريال واحد وتثبت هذا الشيء تقول بس لو تقول تطلع بالصورة والصوت وتقول اسمها أقسم بالله إن لها نصف مليون ريال احفظوا الفيديو هذا حقي والله العظيم لو تثبت أي وحدة تعرفني إنه أنا ما أخذ منها فلوس وما رجعتها إن لها نصف مليون ريال نعنبوكم زميلاتي كلهم يعرفوني كان طلعوا كان طلعوا في السوشال ميديا كان كتبوا كان قالت أنا فلانة الفلاني لأنه صاحب الحق لا يخاف كان قالت أنا فلانة الفلاني وهند أخذت مني المبلغ الفلاني وما رجعته بس تدرون أول من بدأ الإشاعة مشهور اتهمني إني سركت فلوس من بنك وقال إن صديقة يشتغل في البنك وقال إني أخذت من البنك فلوس هو أول من أطلق الإشاعة بس قاله أو ما قاله منذكر هذا الشيء بسنابة وبدأوا الظلاميين اللي لهم أهداف وغايات مختلفة يبنون على هذا الموضوع أخذوا وتطوروا فيه وزادوا فيه لا وآخر شيء في قصة كلها فحش وتفحش قذ اتهام لي بالزنا اتهام لي بالعوضة الظهر والفجور اتهام لي باستغلال الناس اتهام لي بالابتزاز شيء والله والله حتى فيه أقدر بقاع الأرض ما يصير انطلعينها عني رح أنزلها رح أنزلها عشان تعرفون كيف عقولهم الوصخة القدرة جدا إلى وين موصلتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا